نجوم العلوم تنبيه إن كان العلماء قديما على قلة مصادرهم استطاعوا الوصول والتفوق فلديك الفرصة أيضا قال هيرشبيرغ حول كتاب نجمنا بأنه من أصدق وأدق الكتب التي وصلتنا في هذا الفن وقد وصل إلينا على ما كان عليه في اللسان العربي إننا لا نجد في أوروبا قبل بداية القرن الثامن عشر الميلادي كتابا يرقى إلى مستوى هذا الكتاب ورأى الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويلديرانت بأنه أعظم أطباء العيون المسلمين وقد ظل كتابه تذكرة الكحالين يدرس في أوروبا حتى القرن الثامن عشر إعجاب من العلماء الغرب هناك ومدح وثناء من علماء العرب هنا هذا ما يقدره العلماء ويحفظونه لمن نتحدث عنه اليوم شرف الدين علي بن عيسى البغداد الكحال بالمناسبة لقب الكحال كان يطلق على من يمارس الكحالة طب العيون في ذلك الزمان نشأ الدكتور علي الكحال في بغداد ولم يذكر المؤرخون سنة ميلاده ولكن يظهر أنه ولد في القرن الرابع الهجري تعلق بالعلم والعلماء وقرأ وبحث في كل ما يتصل بهذا الحق من الطب وتعلم على يد أب الفرج الطيب شارح كتاب جالي نوس وعمل في البيمارستان العضودي كحالا وأستاذا البيمارستان اسم المستشفى قديما المهم يقولون أن علي بن عيسى الكحال كان حجة في طب العيون حصيفا كل الحصافة وعلى جانب كبير من الرحمة ويتجلى ذلك في الكثير من النصائح التي قدمها للكحالين من أجل راحة مرضاهم نأتي الآن إلى الأشهر من مؤلفاته هذا المؤلف ذا عصيته واقتبس وتعلم منه الكثير واسمه تذكرة الكحالين ويقسم كالتالي القسم الأول تكلم فيه عن تشريح العين القسم الثاني تحدث فيه عن الأمراض والعلل الظاهرة التي تقع تحت الحس وأوضح طرق علاجها وخاصة أمراض الجفن وجوانب العيون وأمراض الملتحمة والقرانية وعتمة عدسة العين القسم الثالث تحدث فيه عن الأمراض الخفية والباطنية في العين وأوضح طرق علاجها مثل خداع البصر وطول البصر وما يصيب عدسة العين الزجاجية وعام النهار وعام الليل وأمراض الرطوب التي تصب العين وأمراض الشبكية والطراب عصاب العين وغلاف العين المشيمي وتصلب غشاء العين الخارجي والحوال وضعف النظر وأنهى هذا القسم بذكر 141 علاجاً بسيطاً للعين وقد رتبها حسب حروف المعجم ترجم كتاب علي بن عيسى إلى لغات عدة منها اللاتينية والألمانية وهو من أكثر الكتب التي تمت الإشارة إليها ككتاب تعليمي من قبل علماء العيون اللاحقين وقد وصف هيرشبيرغ كتاب التذكرة بأنه يمتاز بحسن التصنيف وبراعة العرض ووضوح العبارة إضافة إلى تفوقه في الدقة العلمية والمنهجية مع غين التجربة الشخصية سواء في فن المداواة أو في الأعمال الجراحية ويقرر أن هذا كله ناجم عن خبرة طويلة في الممارسة العملية والتدريس إضافة إلى موهبة نادرة اتسمت بالبلاغة وسلاسة الأسلوب توفي نجمنا الطبيب علي بن عيس الكحال سنة 430 للهجرة عليه رحمة الله تعالى طيب وصلنا إلى الختام ولكن نجما آخر من نجوم العلوم ينتظرنا في الحلقة القادمة في علم الكيمياء تحياتي نجوم العلوم خالد المصري تحياتي 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 اشتركوا في القناة